نمرة اتنين شكرا للعيبة لعيبة النادي الاهلي ده طبعا الهدف الاول بتاع لا ده الهدف التاني ده الهدف التاني بتاع شريف اه طبعا كرة محطوطة حلوة قوي وقفته استقباله قراره تنفيذه الارباعة حزبه لشريف هدف كبير لما تشوف الكرة دي من الكاميرا اللي في نص الملعب وتشوف ازاي استلم الكرة او ما استلمش ازاي يعني استقبل الكرة الكرة هنا طبعا هعيد التلاتة جوان عشان دور حمدي فتحي لازم لكن بصوا على الجون ده الجون ده صعب جدا يا جماعة الجون ده صعب جدا على اي مهاجم اولا الكرة جاية على شماله وشمال شريف اه حلوة واه مظبوطة على الجون لكن الكرة دي صعبة لانها جاية لورا هو تحرك خط خطوتين في الاول خطوتين دول هم الجون الخطوتين اللي رجع فيهم شريف وسبب البكات ووسع لنفسه وبقى بيستلم الكرة وهو مش مضغوطة عليه وقرار ان هو يشطها فيرس تايم يعني ممكن حد تاني جدا يقولك ايه انا هستقبل بالشمال وسدد باليمين فالكرة سرعتها اللي جاية له من معلول تمركوزه جوه منطقة الجزاء قراره بانه يسدد فيرس تايم يعني لمسة واحدة وانه يحطها بالشكل ده وبالقوة دي لا انت بتتكلم على مهاجم تقيل جدا انا شريف واحد من النس اللي بشكرها زيادة عن بقية نجوم الفريق لانه شريف تحديدا تعرض لضغط نفسي وعصبي عنيف تعرض لضغط نفسي وعصبي عنيف وكل اللعبة الاهلي في مباطشات تانية قبل كده وجهت من بعض الجماهير من بعض الجماهير هجوم يعني ما كانش صحة في التوقيت ده انا مش عايز حد من جمهور يزعل مني انا في النهاية وانتوا معايا احنا كلنا نكلم في صالح النادي الاهلي كلنا يهمنا مصلحة النادي الاهلي فاللعيبة دي اثبتت بما لا يدع مجال الشك انه كلها نجوم ومهما كانت الغيابات انا كلمت لكم وعدت لكم بالاسماء حجم الغيابات النادي الاهلي فيه تسع لعيبة بدأت الموسم اساسي برونو سافيو السلية متولي منعم ياسر اكرم كريم فؤاد بيرسي تاو طهر محمد طهر كل دول ما كانوش بدين مبران بارح شادي حسين كل دول ما بدقوش المبران بارح وبالتالي انت بتلعب تقريبا ناقص فرقة كاملة انت بتديت بيها الموسم كان هم تقريبا لجلهم موجودة في الملعب بشكل اساسي وتلعب في توقيت صعب جدا قبل ما تروح كسر العالم بتلعب في توقيت مهم جدا انك انت توسع الفرق مع الزمالك لا التعادل ولا الخسارة كانت ترضي جمالي النادي الاهلي مبارح يعني مطش دا لو تلعب درون بارح او اللي قدر الله الزمالك كان كسب كانت الناس برد فعلها هيكون مغير تماما صح ولا غلط انا بتكلم بممتاز صراحة فبالتالي مع كل الضغوط دي وتلعب مباراة كبيرة كده وتقدم عرض فيه وحتى الشوط الاولاني اللي كان ممل وفاتر ومالوش طعم كنت انت فيه برضو الافضل ويبدو يبدو انه كان واحد من يبدو يعني دا تخمين مني انه كان راية ميستر كولر انه فريرة هيبتدي بالشكل ده في انتظار انه يغير وبالتالي تنقض عليه سيناريو وارد جدا يكون محضر له مارسل كولر لكن الحقيقة الراجل اجاد في قرية المباراة وقدر يتعامل مع نقاط ضعف الزمالك بشكل اكتر من راعي وقدر يحسم المباراة بنتيجة مهمة جدا